أكد ناجون من الزلزال التي ضرب أفغانستان وباكستان أن الوضع أصبح حرجا في بعض المناطق النائية التي تواجه فرق الإنقاذ صعوبة في الوصول إليها وأمضت فيها عائلات بأكملها الليل في العراء في أجواء من البرد الشديد وأدى الزلزال الذي بلغت شدته 7.5 درجات وأسفر عن سقوط أكثر من 380 قاتلا في البلدين الاثنين إلى تدمير آلاف المساكن وألحق أضرارا في الطرق والبنى التحتية للاتصالات وتقول المنظمات غير الحكومية أن الاحتياجات الأكثر ضرورة هي ملاجئ ومواد صحية بينما عبرت الأمم المتحدة عن قلقها من الخطر الذي يواجهه الأطفال خصوصا اشتركوا في القناة